صحيح أن خطوة معروفة ضمن برنامج مؤلف من مراحل باتجاه الاستكشاف التنقيب والاستخراج إلا أن الخبر الصار تمثل بأن تطال أنجزت التعاقد مع شركة للبدء بالعمل قريباً بالبلوك رقم 9 من هي الشركة الفائزة بمناقصة التعاقد مع حفارة التنقيب؟ معلومات الـ OTV بتشير إلى أن شركة TransOcean فازت بالتزام أعمال الحفر بحق الأنا المعطيات بتضيف الشركة الفائزة أي TransOcean هي أمريكية الجنسية رح تستخدم بالحفر منصة عائمة من النروج بالحق للمحتمل في حين راصلت تطال 12 شركة للمشاركة بالمناقصة خمس شركات أبدت اهتمامها وتقدمت بالفعل ثلاثة أمريكية وحدة أوروبية وخمسة متعددة الجنسية أما الشركات الباقية فاعتذرت بسبب انشغالها وعدم الإدراع على تطبيق الشروط اللبنينية المتمثلة بحصر الأعمال قبل نهاية العام الحالي أي بين أيلولو كانون الأول هوية المنصة العائمة أي الحفارة مهمة جدا فما هي مواصفاتها تعتبر الحفارة الناروجية من بين المنصات الأكتر تطورا بالعالم وأغليها كون تعمل بالبيئات الآسية اللي بيمتاز فيها بحرنا أي ما يعرف بالألترا ديب ووتر تمتلك المنصة القدرة على التحرك والدفع الذاتي من دون الحاجة لباخرة لأطرة وبتميز بالقدرة على الحفر والاستخراج بشكل متزامن بالتصنيف أيضا التفاصيل بتشير إلى إنه من بين منصات الجيل الجديد المتطورة ومخصصة لأعمال الحفر بالمياه العميقة دلائق الإيجابية بشدد للأو تي في مصدر مواكب لملف النفط والغاز فشركة تطال قصمت لبلوك رقم تسعة أي حق القانا لثلاث أقصام سمتها على الشكل التالي سايدن ساوس نورس أند إيست وهون بتشير معلومات الأو تي في إلى إنه حفر البير الاستكشافة رح يكون بالقسم الجنوبة من بينها